سعداء بلقائكم متابعي قناتنا الأوفية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقة قناة طيور تيفي حلقتنا لهذا اليوم سوف نتحدث فيها عن إشكال يتصيب الكتاكيت إنها عدم القدرة على الوقوف وكذلك الإسهال دل لون الأصفر بطبيعة الحال في هذه الأعراض تؤكد على أن هذا المرض هو مرض فيروسي سرطان خبيت كابت للمناعة يصيب الدواجة ابتداء من عمر ستة أسابيع وينتشر عادة في الدجاج البالغ ما بين 12 و 24 أسبوع وفترة حضانة المرض حوالي ستة أسابيع المرض وباء شديد العدوى تصل نسبة النفق في القطعان الغير المحصنة إلى حوالي 10 إلى 30 بالمئة وقد تصل أحيانا إلى 80 بالمئة هذا المرض هو ما يعرف بمرض المارك تظهر أعراض المرض في شكل بطء في النمو مع شلل في الأرجل والأجنحة حيث يمشي الطائر بطريقة غير طبيعية ثم يفقد بعد ذلك السيطرة على أرجله التي يحدث بها عرج ثم تلتوي أصابع الرجل مع تقوص مفصل الركبة وضمور عضلة الفخد مع ظهور إسهال ماء مصفر اللون ذو رائحة كرية مع عدم قدرة الطائر على الحركة للوصول إلى المعالف والمساقي مما يحدث مع وزال شديد لهذه الطيور نتيجة للجوع والعطش وتموت كما أنه قد تظهر الإصابة أحيانا في العين بتغير لونها إلى اللون الرماضي مع اختفاء الخطوط الإشعاعية وتشوه القزعية وتقل قدرتها على الاستجابة للضوء وتضيق تدريجيا وقد يصاب الطائر بالعمى يتم الإصابة بالمرض الكاتاكيت الصغيرة خلال الأسبوع الأولى من العمر عن طريق الفيروس المتواجد في غباري وفرشة العنبر نتيجة لإصابة قطيع سابق مرببه ولم يتم تطهره حيث تنتشر الإصابة عن طريق الجهاز التنفسي وفي عدة أيام ينتشر الفيروس في الأنسجة اللمفاوية مسببا الورم وفي ظرف أسبوعين ينتشر الفيروس في جذور وتجاوف الريش كما أن الإصابة بمرض الكوكسيدية والطفيلية الداخلية تهيئ الطائر للإصابة بالمارك كما أنه يمكن نقل العدوى أيضا عن طريق الهواء المحمل بالفيروس نتيجة قرب المزارع من بعضها وقد يصاب الكتكوت بالفيروس منذ اليوم الأول من حياته لكنه يبقى حيا بجسم الطائر طوال فترة حياته بالرغم من وجود أجسام مناعية بجسمه ناتجة عن التحصين أو عن طريق انتقالها من الأم أو لا يظهر الفيروس أي نشاط إلا بعد بضعة أسابيع لأن تكاتر الفيروس يكون بطئ وفترة حضانته طويلة فكيف يمكننا أن نقي الكتكيت ونعالجها بعض الإصابة بمرض المارك أولا يجب تربية سلالات من الطيور يكون لها مقدورة ويراتية عالية لمقاومة المرض ثانيا الاهتمام بتهوية وتطهير العنابر ثلاثة بالمئة أو الصدى الكاوية واحد بالمئة لأنهما يمكنهم القضاء على الفيروس فورا وعدم تربية أعمار مختلفة من الكتكيت في نفس المكان أيضا عدم تدبد بدرجات الحرارة بالارتفاع والانخفاض مما يسبب للطيور نزلة برد مع العوامل المجهدة الأخرى كنقص التغذية أو الزحام أو سوء التهوية مما يؤدي إلى نفوق مرتفع وعدم الاستفادة من اللقاح المستخدم التحصين ضد المرض بلقاح المارك وذلك بإدابة اللقاح في المحلول المذيب المرفق مع هو الحقن بمعدل 0.2 سنتيلاتر لكل كتكوت تتم في عضلة الفخض أو تحت جلد الرقبة وذلك عند الفقص مباشرة نتمنى أن نكون قد قدمنا لكم الإفادة المرجوة شكرا على تتبعكم وإخلاصكم لقناتنا دمتم في رعاية الله وإلى حلقة مقبلة بإذن الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر